السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل مع بعض السمك السنجاري بطريقة بسيطة جدا وسهلة ومكونات موجودة في كل بيت بس هيطلع معاك حاجة تحفة جدا هتغير فكريتك تماما عن السمك شايفين جماله؟ هنعمله كمان بتدبيلة مميزة هتديله إضافة في الطعم رهيبة جدا يعني لو زهقتي من السمك المشوي والمقلي ممكن تعملي السمك بطريقة السمك السنجاري التحفة جدا دي ومش هتستغني عنها تماما لو عندك عزومة على السمك اعملي كده وشكلي ونوعي وخلي السنجاري صنف أساسي في العزومة بتاعتك هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو شايفين الجمال ده؟ أولادك لو ما بيحبوش السمك هيتطلبوه منك دايما بالطريقة دي يلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير طريقتنا بسيطة جدا وكمان مقاديرنا ومكوناتنا موجودة في كل بيت معايا هنا سمك بولتي هنعمل السنجاري النهاردة بالبولتي بجيبه كده وبخسله كويس وبنظفه كأنك هتجاهزيه للقالية على طول بس الاختلاف هنا ان انا هفتحه من الظهر من سلسلة الظهر من ورا هقسم السمكة على اتنين كده طبعا بتجيبي بقى الحجم اللي تحبيه يفضل طبعا يكون حجم السمكة الكبيرة شوية معايا هنا هاريسة فلفل وعليها معلقتين كبار من الزيت هاريسة فلفل حلو او حر زي ما تحبي اذا مش متوفر عندك هاريسة فلفل بنجيب فلفل اخضر او احمر وندق معايا توم وانا عمهم كويس جدا وكمان معايا تشكيلة الخضار هنا اي 3 وحدات من الطماطم وحدة فلفل وكمان جزرة مبشورة وكمان بصلة متقطعة بالشكل ده وانا كمان هستخدم هنا التوم الاخضر وكأكيد طبعا معايا اللمون السمك بيحب اللمون التوابل بتاعتي كمان بسيطة جدا عبارة عن رشة صغيرة من الفلفل الاسمر وكمان شوية من البابريكا ورش معلقة صغيرة من الكسبرة الخضرة ومعلقة صغيرة من الكموت حابة تستغني عن التوابل دي وتستخدمي بهارات سمك اذا متوفر عندك مفيش مشكلة دلوقتي ضفت التوابل بتاعتي كلها على هريسة الفلفل والزيت وهبدأ اعصر عليهم واحدة كده من اللمون تمام اهم حاجة ما يكونش فيها بزر واكيد طبعا مش هننسى الملح معانا تمام كده هقلب كل مكوناتي مع بعضها التوابل والزيت واللمون وهريسة الفلفل وهاخد عليهم شوية صغيرين كده من التوم الاخضر اذا مش متوفر عندك توم اخضر بنستخدم التوم العادي باربع او خمس فصوص من التوم كده وبنهرسهم والنعمهم كويس شايفين شكل التدبيلة بتاعتي جميلة جدا راحتها تفتح النفس ببدأ كده اخد من التدبيلة واوزع على السمك تمام من الجهة اللي انا فتحاها يعني التدبيلة تتحط على اللحم السمك من جوه تمام كده على فكرة طريقة السمك السنجاري دي بتتعامل باكتر من نوع سمك والاساسي بتاعها كان السمك البوري ممكن نعمله بالبولتي زي ما انا عملت كده وممكن نعمله كمان بالسمك الروسي او الميكرال وكمان ممكن نعمله باي نوع سمك انت تحبيه يعني السمك السنجاري بتعمل بطرق كتير جدا الفكرة ان انت بتغيري كده في شكل وطعم السمك في البيت ولادك لو مش بيحبوا ياكلوا السمك كتير غيري كده ونوعي في طريق تقديمه وفي طريق عمله كده هتبقى صراحة حاجة ملفتة ليهم وهيحبوها منك جدا وبالذات السمك السنجاري اصلا ممتع في اكله وكمان بتعمل بشكل لذيذ كده ملفت وبيكون حلو قوي وزي ما قلتلك لو بتجهزي لعزومة سمك خلي السمك السنجاري صنفي اساسي في تقديم السمك بجد هتفرق معاك كتير حاجة كده بجد هتشرفك قدام ضيوفك وفي بيتك هتفرق معاك كتير كتير وكمان التدبيلة وتشكيلة الخضار اللي احنا عاملينها مع بعض دي بتدي اضافة رهيبة جدا للسمك دلوقتي انا خلصت تدبيل السمك ووزعت عليه كمية التدبيلة السيلة اللي احنا عملناها مع بعض اي بواقي تدبيلة هتتبقى منك ضفيها على الخضار بتاعنا تمام بزبط كده الملح للخضار وببدأ ان انا اعصر عليه كمان لمونة علشان الخضار يكون متتبل كويس والسمك يكون متتبل كويس في نفس الوقت وكله ياخد من طعمه بعضه كده ويتطعم مع بعضه بطريقة حلوة كده وبسيطة دلوقتي هبدأ ان انا اقلب كل الخضار بتاعي تشكيلة الخضار دي مع بعضها بحيث ان ما يكونش انا هنا هضيف معلقتين من الزيت تمام ان ما يكونش اماكن فيها تدبيلة ولقا وكده وكمان علشان الخضار يتوسع مع بعضه كويس التماطم والفلفل الاخضر والبصل والجزر والتومة تمام ويتشربوا كده من الملح وعصير اللمون والزيت اللي احنا ضفناه تمام جدا وزعنا كده كل تشكيلة الخضار مع بعضها وقلبناها كويس بالشكل ده على فكرة ريحة التدبيلة وريحة الخضار مبدئيا كده ملهاش حل تحفة جدا وكمان ممكن اي تدبيل اي تشكيلة خضار تتبقى منك من تشكيلة الخضار بتاعتنا دي اي خضار يتبقى منك تضفيه تحطيه كده جنب الاكل كطبق سلطة لان هو صراحة بيكون طعم حلو قوي ومتبل وتحفة جدا للوقت بجيب الورق الفويل بقسمه كده مربعات او مستطيلات بعرض السمكة وبعدين باخد بواقي الورق الفها كده حوالين السمكة بالشكل ده بتتعمل كده على شكل قارب تمام بالمنظر اللي احنا شايفينه مع بعض ده وبابدأ اخد اوارب الفويل اللي انا حط فيها السمك بالمنظر ده ابدأ ان انا احط فيه تشكيلة الخضار واوزعها على منظر السمكة بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده تمام جدا وبعدين بروس اوارب الفويل دي في الصنية بتاعتي اللي هتدخل الفرن جميل جدا بالشكل التحف اللي احنا شايفينه مع بعض ده حلوة اوي اوي رصيت كل اوارب السمك بتاعتي الفويل حطتها في الصنية اللي هتدخل الفرن التسوية مش هتاخد منك وقت تماما يعني اقصى وقت هتاخده معاك ربع ساعة وكمان هتلاقي كده السمك الظهر السمك الملاصق للفويل متحمر من تحته حلوة اوي وكمان التحمير من فوق ده على حسب ما انت بتحبي بقى حابة ان يكون لونه احمر بزيادة دي برحتك وحابة ان يكون لونه دبلان كده واصفر حلوة كده تمام زي ما تحبي بالزبط هو خد معايا نص ساعة في الفرن حطيته على الرف الملاصق للنار وشغلت الشواية من فوق بالمنظر ده ريحة البيت صراحة طحفة جدا من السمك ريحته كده مالية الشقة وحاجة كده جميلة تغيير تماما خالص عن السمك المشوي والمقلي هيطلع معاك حاجة في منتهى الجمال وكمان موفر جدا للزيت يعني للناس اللي مش بتحب السمك المقلي علشان الزيت بتاعه بيكون كتير ده افضل بكتير وحلوة اوي اوي بصراحة شكله طعم رهيب وريحة جميلة جدا جاهز كده معاك للتقديم تعملي بقى جنبه رزد ابيض عادي جدا وكمان الخلطة بتاعته دي بتتاكل مع الرزد حلوة اوي تعملي جنبه الرزد الصيادية او الرزد البني وكمان طبق سلطة كده وممكن كمان تستغني عن الرزد خالص ونعمل جنبه شوية طحينة كده وسلطات وعيش وبيكون طعمه في منتهى الجمال والروعة شايفين جمال السمك السنجاري بتاعنا خدش منك وقت خالص في التجهيز وكمان معمول بتدبيلة مميزة حاجة بجدة شرفك قدام ضيوفك جميل جدا افقار كده علشان عزمات رمضان تقدري تعملي عزومة سمك وتشكلي فيها هيطلع معاكي شايفين هنا معايا اللحم بتاع السمك لونه ابيض جدا وحلو قوي قوي وبالهنة اشوفكم الفيديو الجاي على خير باي باي